نشف رئيس الجمهورية السيد عمجي التبون بقصر المؤتمرات عبداللطيف رحال على احتفالية الطبع الأولى للوسام الشرف فيه للتصدير تحت شعار التزام إنجازات وأفاق حيث أعلن رئيس الجمهورية عن تنصيب المجلس الأعلى لمصدرين في أقرب الأجالة كاشفا عن فتح خطوط جوية جديدة مع كل العواصم الإفريقية فيما شدد رئيس الجمهورية السيد عمجي التبون على ضرورة الإسراع في فتح مناطق الحرة مع كل من موريطانيا مالي والنيجر خصوصا المواد الفلاحية كما أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر على وشك الوصول إلى 13 مليار دولار خارج المحروقات من جهات أكد وزيرو التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أن هذا الحفل يأتي لدعم المتعاملين الاقتصاديين الخلاقين للثروة خاصة المصدرين الذين نعتبرهم سفراء اقتصادنا بالخارج السيد رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد رئيس مجلس الأمة السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد الوزير الأول السيد فريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد رئيس المحكمة الدستورية السادة المستشارين لدى السيد رئيس الجمهورية السيدات والسادة أعضاء الحكومة السيدات والسادة أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في الجزائر السيدات والسادة المعتمدين الاقتصاديين والمتعاملين الاقتصاديين ورؤساء الجمعيات المهنية السيدات والسادة الحضور الكريم كل باسمه وكريم مقامه أسرة الإعلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لم ينبواعث الفخر والسرور أن نشهد اليوم افتتاح فعاليات الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير التي تنعقد ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة تحت الرعاية السامية للسيد عبد المجيد تبور رئيس الجمهورية الذي حرص أن تتزامن هذه المناسبة أو هذه الطبعة مع الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد الاستقلال والشباب 5 جوليا 1962 لتكون ذكرى أخرى تضاف إلى تاريخنا المجيد بتخليدنا لأولى الخطوات نحو الاستقلال الاقتصادي للجزائر وهي مناسبة نغتنمها لترحم مرة أخرى على أرواح شهدائنا الأبرار الذين نضحوا بالنفس والنفيس من أجل هذه اللحظات التاريخية ندرك اليوم جميعا أن التنمية كالحرية تكتسب ولا تعطى وتنمية وازدهار الدول لا يتحقق إلا بتنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية إلى المحروقات وذلك من أجل إرساء دعائم متينة لتحقيق استقلال اقتصادي يعزز السيادة الوطنية بكل جوانبها سيد رئيس الجمهورية السادة الحضور رغم تبني الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال مسعى التخلص من التبعية النفطية المرتبطة أساسا بتقلبات السوق العالمية فإنها ظلت حبيسة الأفكار والبرامج وبعيدة عن الآليات العملية الكفيلة بتجسيد هذا الطموح وها نحن اليوم نشهد بداية تحقيق الحلم بفضل نجاعة المقاربة الاقتصادية وصدق الإرادة السياسية التي عبرتم عنها سيد الرئيس من خلال التدابير الملموسة والضمانات القانونية والحوافز المالية باستحداث آليات جديدة للاستثمار تمثلت في إعادة هيكلة الأنظمة التحفيزية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية مع تعزيز مرافقة أجهزة الدولة وفق عمل تشاركي يجمع كافة الفاعلين في الميدان ونحن على يقين أن بلوغ الأهداف المسطرة يتطلب منا جميعاً المزيد من الجهود لتحريك عجلة النمو الاقتصادي إلى غاية القاطعة مع التبعية إن إشراف شخصكم اليوم سيد الرئيس على هذا الاحتفال التاريخي خير دليلاً على الأهمية القصوى التي تولونها لموضوع الصادرات خارج المحروقات وحرص سيادتكم على دعم المتعامل الاقتصاديين الخلاقين للطروة خاصة المصدرين الذين نعتبرهم سفراء اقتصادنا بالخارج حيث سنشهد اليوم تقليد أوسمة شرفية لأربعة عشر مصدر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية تم انتقاؤهم من طرف لجنة تحكيم مشكلة من عدة قطاعات وهيئات ذات الصلة إن هذه الطبع الأولى للوسام الشرف للتصدير التي تنعقد تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية تحمل شعار التزام إنجاز وآفاق إنجازات وآفاق هي بمثابة انطلاق حقيقية لعهد الجزائر المستقلة اقتصاديا وفي الأخير كل العرفان والتقدير باسم جميع المتعامل الاقتصاديين لكم سيد الرئيس على إشرافكم الشخصي على هذا الحدث التاريخي الأول من نوعها عاشت الجزائر حرة مستقلة المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وخلال هذه الاحتفالية بالطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير تم تكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة إذن خلال هذه الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير تحت الشعار التزام إنجازات وأفاق تم تكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ترجمة نانسي قنقر